بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا في قناة افاق لتعلم لف المحركات الكهربائية اذا عجبك الفيديو دعمنا بالشراك و لايك و شير موضوع النهاردة ان شاء الله بعنوان لف محرك 15 مجرى 4 قط 3 فازة نوع اللف جانبين بالمجرى خطوة سابتة وهذا المحرك شاز التقسيم سنتناول باذن الله في هذا الموضوع العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك والتقسيم و خطوة اللف والبدايات والتوصيل الداخلي للمحرك و رسم الانفراد ننتقل الى العمليات الحسابية اولا نبدأ بالتقسيم لتقسيم المحرك الجانبين من مجرى كما نعلم ان نبد من تقسيم الملفات السفلية للأسفل تبقى لقانون تقسيم محركات السلاس اوجه اما بالنسبة للملفات العلوية الأعلى سيكون تقسيم على اساس قطوة اللف كما سوف نرى في الشرح اولا الملفات السفلية عدد المجاري تحت القطب الواحدة الساوي 15 على 4 الساوي 3 و 75 من 100 اذا هذا المحرك يعطي نتيجة كسرية اذا هذا المحرك شاز التقسيم تقسيم المجاري على 3 فازة شاز ويخضع ايضا للجدول التالي هنا الجدول سوف نقوم بالتقسيم كما سوف نرى في رسم الانفراد السلاس اوجه والاربع اقطاب اربع اقطاب عندها حالة القطب الاول سوف نقوم بتقسيم واحد للوجه الاول واحد للوجه الثاني واحد للوجه الثالث والقطب الثاني اثنان واحد واحد والقطب الثالث واحد اثنين واحد والقطب الرابع واحد واحد اثنين بالنسبة لعدد المجاري هنا لدينا خطوة اللف 1 إلى 4 البدايات المستخدمة في هذا المحرك هي المجموعة الأولى للوجه الأول للفازة الأولى والمجموعة الخامسة للفازة الثانية والمجموعة التاسعة للفازة الثالثة التوصيل هنا في هذا المحرك نهاية في نهاية وبداية في بداية لأن المجموعات متجاورة كما سوف نرى ننضغل إلى رسم الإنفراد هذا الجدول الذي سوف نقوم بتقسين مجاري على أساسه هنا سوف يكون عندنا في القطب الأول 3 مجاري يختص به 3 مجاري 1 للوجه الأول باللون الأزرق 1 للوجه الثاني باللون الأخضر 1 للوجه الثالث باللون الأحمر ثم نقوم بإسقاط عدد المجاري برضك أيضا للقطب الثاني 2-1-1 والقطب الثالث 1-2-1 والقطب الأخير والرابع 1-1-2 كما بالجدول أولا عشان نسقط ملفات العلوية ستحددها خطوة اللف خطوة اللف هنا المستخدم في هذا المحرك 1-4 يوجد هنبدأ المجاري دي بالكامل هنبدأ رسمها من المجرى الرابع يوجد هنبدأ بكده عندي ايه خط اللف 1 للربعة بدأ من هنا هنا هنكمل باقي الوجه الأول الوجه الأول عندي واحد 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 الكل وجه مجرى لكل وجه القطب الذي يليه سيكون نفس الترتيب أيضا ملاحوظة هاما نفس الترتيب لأن هذا المحرك شهاز إذن هنبدأ باثنين مجرى اثنين مجرى الوجه الأول واحد الوجه الثاني واحد الوجه الثالث والقطب الذي يليه اللي هو الثالث 1-2-1 والقطب اللي هي أخير 1-1-2 هنا لو نظرنا هنا هنلاقي عندي خطوة 1-1-4 عندي في الأول مجموعة تتكون ملف 1 هنبدأ طبعا من الوجهة تبدأ من المجموعة الأولى الوجه الأول من المجرى الأول بـ U وهيقوم بإسقاط خطوة لف سابتة 1-4 هنا نظرنا هنلاقي هنا القطب الثاني في مجموعة مجموعة تتكون من ملفين بخطوة 1-4 1-4 هذا طبعا المجموعة دي ملفين التوصيل الداخلي بينهم نهاية في بداية وهنا القطب الثاني مجموعة والقطب الثالث الرابع مجموعة تتكون من ملف التوصيل الداخلي بينهما سيكون نهاية في نهاية وبداية عزرا هنا أدي أول مجموعة نهايتها مع نهاية المجموعة الثانية وبداية الثانية مع بداية الثالثة ونهاية الثالثة مع نهاية الرابع يتبقى لدنا طرف وهو نهاية الوجه الأول وهو المجرى لقم 12 وارمز له بالرمز X هنا البداية المستخدمة للمجموعة الكامسة هنأد كمس مجموعة أدي مجموعة اثنين ثلاثة طبعا المجريين دول مجموعة واحدة تمام أربعة هنا المجموعة الكامسة تبدأ من المجرى السادس ورمز له بالرمز V بداية الوجه الثاني طبعا عندي هنا مجموعة واحدة أول مجموعة ملف واحد المجموعة الثانية ملفين والتوصيل داخل نفس المجموعة الملفين نهاية في بداية ثم المجموعة الثالثة ثم المجموعة الأخيرة والرابعة نقوم بالتوصيل أيضا نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية الثانية مع بداية الثالثة ونهاية الثالثة مع بداية الرابعة والأخيرة تبقى لدينا طرف وهو نهاية الوجه الثاني وهو المجرى رقم 2 ونهاية المزلي بواي ثم نبدأ الوجه الثالث من المجموعة التاسعة هذه مجموعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة المجموعة التاسعة ورمز له بالرمز W نقوم بإسقاط أول مجموعة تتقوى من ملف واحد والمجموعة الثانية تتقوى من ملفين والتوصيل الداخلي بين المجموعة لتتتقوى من ملفين نهاية في بداية والمجموعة الثالثة ثم المجموعة الرابعة وأيضا التوصيل نهاية في نهاية وبداية في بداية يقعزا نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية الثانية بداية الثانية مع بداية الثالثة ثم نهاية الثالثة مع نهاية الرابعة يتبقى لنا طرف وهو نهاية بداية المجموعة الرابعة وهو نهاية الوجه الثالث وارمز له بالرمز Z وبكده يكون تم شرح محرك 15 مجرى 4 قطب جانبين بالمجرى نوع اللف خطوة سابتة نوع اللف خطوة سابتة جانبين بالمجرى إذا عجبك الفيديو ادعمنا بالشراك وليك وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته